أخيراً آن لعمار ياسر وهو أحد ضحايا قذائف الميليشيا الحوثية على الأحياء السكنية بمأرب أن يذهب إلى مدرسته سعيداً بعد وصول طرفه الصناعي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبعد معاناة استمرت أكثر من عامين مع طرف صناعي أثر على قدمه الأخرى المصابة الحمد لله اللي جاءت من مركز الملك سلمان الحمد لله أوفى مركز الملك سلمان بما وعد اليوم وصل الطرف الصناعي لعمار وسيتم تركيبه خلال دقائق إن شاء الله عمار تعود له البسمة الطرف الصناعي تم تركيبه في مركز الأطراف الذي أنشأه ويموله مركز الملك سلمان في محافظة مأرب بعد إرسال المواد من الخارج لكن النمو المتسارع للطفل عمار يجعل عمر هذا الطرف قصيرا بانتظار ما تحمله الأيام القادمة من أخبار جميلة للطفل هذا الطرف اللي يوصل لمدة أربعة أشهر أو خمسة أشهر وبحاجة إلى تبديل وتستمر معانا لمعانا بس نعمل من مركز الملك سلمان توفير أطراف تتزاما مع نمو الطفل السريع أو توفير طرف صناعي هيدروليك يدوم لمدة أطول مثلا في أطراف تدوم لمدة خمس سنوات وبعدين يتم التعديل تقدم بشكر باسم هذا الطفل وباسم أطفال كثيرون لحقوا به وسبقوه في فقد أطرافهم وباسم أناس كثير أيضا فقدوا أطرافهم في هذه الحرب ولا يزالون كل يوم نسمع ونرى من يفقدون أطرافهم في هذه الحرب من يخسرون الكثير وسيظل هذا المركز يقدم خدمات جليلة يشكر عليها يستمر مركز الملك سلمان برسم الابتسامة في مختلف المجالات قرابة المئة طرف صناعي تم تركيبها هنا خلال خمسة أشهر والعطاء مستمر أشكر الملك سلمان ملك الإنسانية محمود الحميدي الإخبارية مأرب